في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها نفذت وحدة ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من الثاني إلى الثامن أوت الجاري عديد العمليات التي أصفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية والإيقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل الترابي الوطني في طار مكافحة الإرهاب تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتمشيط بتبسة من كشف وتدمير 19 مخبأ للجماعات الإرهابية تحتوي على متفجرات وآدوات تفجير وأغراض مختلفة فيما تم توقف عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عملية أخرى منفصلة وفي طار محاربة الجريمة المنظمة وموصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 51 تاجر مخدرات واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وأحبطت محاولات إدخال عشرة قناطير و66 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب فيما تم ضبطه 531 ألفا وأربعمائة وخمسة وثلاثين قرصا مهلوسا وبكل من تمرست وبرج باجي مختار وإنجزام وجانات أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 96 شخصا وضبطت 21 مركبة و147 مولدا كهربائيا و61 مطرقة ضغط بالإضافة لكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب في حين تم توقيف ثمانية أشخاص آخرين وضبط تسع بنادق صيد ومسدسين آليين وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ 74 طن وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ 15363 لترا بكل من تبس سجهر سطارف وبرج باجي مختار من جهة أخرى أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا ستة أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع فيما تم توقيف 184 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطنية